وصلوا فعاليات الدورة السابعة لمهرجان لتطوان دولي لمدارس السينما في ذك والتي تميزت بمشاركة وزنة ل 27 مدرسة سينمائية من 30 بلدا الأفلام المشاركة والتي بلغت 37 فيلما تطرح قضايا مختلفة كالهوية والهجرة والشباب وعددا من القضايا التي غالبا ما تثار في الواقع المحلي والدولي الدورة السابعة للمهرجان هي دورة متميزة المجموعة اعتبارت تستضيف لأول مرة سبع مدارس سينماية من المغرب تستضيف أربع مدارس عالمية من ضمنها دراسة الشيكاغول هي واحدة من أحرق المدارس سينما في العالم والمعهد عالي للسينما بمصر هذه الدورة تعرف كذلك مشاركة وازنة لمختلف المدارس السينماية بالمغرب ما خلق فضاء لتبادل التجارب والرؤى بين المدارس المغربية ومدارس الدول الأجنبية من خلال مناقشة الأفلام وتبادل البرامج التكوينية هنا بالنسبة للطلبة احتكاك على المستوى المعرفي ما هو ما تدرسوه هنا في مدارس نقوله مغربية وشنو نوع الدراسة في المدارس الأخرى الأجنبية واش غادين في نفس المستوى واش بعد عليهم واش كان فرق فهذا شيء جيد وممتاز وصحي بالنسبة للطلبة وبالموازات مع عروض الأفلام والماستر كلاس تمت برمجة ورشة خاصة بالأطفال ضمن الأنشطة الموازية للمهرجان لتعلم المبادئ الأولى لسينما التحريك والاكتشاف مواهب جديدة في صناعة الرسوم المتحركة وعلى امتداد أسبوع كامل سيكون عشاق الفن السابع بمدين ستطوان على موعد مع عرض 9 أفلام روائية و12 فيلما وثائقيا و16 فيلما تحريك من الأفلام المدرسية المشاركة والتي يعرض البعض منها لأول مرة عالميا والبعض الآخر لأول مرة على الصعيدين العربي والإفريقي